هو ليه كان فيه دايماً خلافات بينك وبين فاروق جعفر؟ لا مش خلافات بص فاروق جعفر أولاً كابتني كابتني النادي مش بتكلم عكورة بتكلم إن فاروق اللي عمله في الزمالك ما يبقى الزمالكاوي بس اللي في الزمالك مش فين حد وبعد إن هو طالع ألن أهلاوي في وقت معين أو كتبت في حاجة ونشفتها لكن فاروق زمالكاوي لما كان بيلعب لكن هو في الأصل أهلاوي لا مش في الأصل هو بعد يعني في الخمس ست سنين اللي فاتوا كان بيتكلم على إن أنا أهلاوي فهو قال إن هو أهلاوي فده أنا ما قلتش حاجة غلط فاروق يا جماعة قال إن هو أهلاوي لكن اللي كان بيعمله في الزمالك ضد الزمالك أنا كنت رفضه ومعليش أنا حاجة شخصية لكن كان الزمالك في إيه بالضبط خطط يعني مش صح ولا إيه يعني مثلا كان مثلا بنلعب راح يرب راح أمريكا وجيه وساب الفرقة في وقت كان كابتن فرقة منتخب في غزلافيا يسياء يقول لك لا مش هرجع معاكم حاجات كانت تضر بالمصلحة النادي أو المنتخب لكن معنا أنا كنت مع فاروق في البيت أنتو اشتغلته مع بعض واشتغلنا كنت مساعدني أطرق والبلدية والبلدية فعلا لكن بعد كده كان بيحاول يعمل حاجات ضد النادي مقصودة أو مش مقصودة لكن أعرف اللي بيخدم النادي يخدم النادي في أي وقت تبرع النادي إذا مالك حضرتك وقلت أنه لما اشتغلته مع بعض أنه هو ملوش في التدريب لا لا أنا سألت إنجازات كابتن فاروق فالإنجازات دي أنا مدار الشاك دي ولا حضرتك ولا إدوار ولا أي حد ده مكتوبة في اتحاد الكور يعني ما ساعدش في رقم ما أخدش دوري ولا كاس كده يعني فحضرتك شايف أنه ده ما يأهلوش أنه هو يبقى مدرب كويس لا فاروق لو كان اتجه للتدريب للتدريب بعينه كان يبقى حسن مدرب في مصر هو اتجه لأنه هو رايح بس عند باصل النادي الزمالك يعني إحنا بنبرن في البلدية أو في المصري في ناس بتجيب له أسرار الزمالك وأنا يمكن يعني مش عايزة أقول نصحته أنه هو طبعا كابتني عايزين بس نركزينه عشان كده أنا قلت أنا اللي كنت بروح لوحدي أمرن هو قاعد مثلا في البيت بيجي قابل ما موتش بيوم الحاجات دي حقيقة بتحصل مش معاية بس مع كل الناس الشغلوا معاها فهنا قد ما قدش غير الحقيقة لكن هو يعني بينه وبينه مشكلة شخصية ما فيش في ناس قلت أنه هو استغنى عن ناشئين في نادي الزمالك علشان يساعد ابنه هل حضرتك عندك أي معلومة بالكلام ده؟ لا بس هو يعمل اللي هو عايزه لكن ابنه لعيب كويس قوي ومستقبل النادي وبدليل أن فريرا مش مرضاش يستغنى عنه يعني كمفروض دي أنا قروح لوح في حيطة دي أو جدت لعوق الروض قال لا أنا عايزه بعيد عن أنه ابن فاروق سيف لعيب كويس ويفيد نادي الزمالك في الفترة اللي جاي إن شاء الله لكن عشان توسعي وتعمل الحاجات دي صاحة شوية ترجمة نانسي قنقر